قراءتان مختلفتان لتبعات الكارثة التي أصابت العاصمة اللبنانية بيروت الأولى داخلية والثانية دولية فداخلياً رأت الحكومة أن الكارثة خففت ما تعتبره حيصاراً دولياً على لبنان ورأت فيها أيضاً فرصة للتخفيف من حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أشهر خلاصات توصلت إليها السلطات اللبنانية بعد توالي اتصالات التضامن مع القصرين الرئاسي والحكومي وكذلك بعد تنادي قادة العالم إلى الاجتماع لتأمين الدعم والمساعدات أما دولياً فلا تجري رياح هذه المساعدات كما ترجو صفن الحكومة فالدول المانحة بمعظمها تتفق على أن المساعدات ليست تعويماً للسلطة السياسية القائمة وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أول المشددين على هذه النقطة قال ماكرون بشكل واضح خلال زيارته إلى بيروت إن المساعدات لن تذهب لمن وصفهم بالفاسدين وطلب الرئيس الفرنسي الحكومة اللبنانية بأن تجري إصلاحات جدية وملموسة تهدف المساعدات المقبلة للبنان إلى تأمين الاحتياجات العاجلة لكن رئاسة الفرنسية تشترط أن تذهب مباشرة إلى المتضررين وتتركز الأولويات الدولية حالياً على المساعدة الطبية العاجلة والمساعدة الغذائية وترميم المستشفيات والمدارس وتدعيم المباني المتضررة وتتمثل قاعدة التوزيع بالنهج الذي تستخدمه المنظمات الدولية القائم على ضرورة عدم منح الحكومة اللبنانية شيكاً على بياض اشتركوا في القناة